الاستثناء الاستثناء هو أحد القواعد اللغة العربية ويستخدم في الجملة اللغوية للدلالة على كلمة مختلفة عن غيرها ويعرف لغة بأنه حالة خاصة تخرج عن القاعدة العامة المتعارف عليها مثال حضر الموظفون إلا موظفا اشتريت الخضر من السوق إلا البطاطسة ما تغيب التلاميذ إلا سمير الاستثناء جملة الاستثناء تتكون من ثلاثة عناصر وهو المستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثناء حضر الموظفون إلا موظفا الموظفون هو المستثن منه أداة الاستثناء إلا موظفا هو الذي استثنيناه من الموظفين اشتريت الخضر من السوق إلا البطاطسة البطاطسة استثنيناها من الخضر باستعمال أداة الاستثناء إلا ما تغيب التلاميد إلا سمير التلاميد هو المستثنى منه وأداة الاستثناء إلا وسمير هو المستثنى لم يحضر إلا الحارس لن نلاحظ غياب المستثنى منه هنا إلا أداة الاستثناء والحارس هو المستثنى ترجمة نانسي قنقر ما هو إعراب المستثنى يكون المستثنى دائما منصوبا مثل موظفا أو البطاطسة لكن في بعض الأحيان يكون المستثنى مرفوعا أو مجرورا فلماذا؟ لمعربة إعراب المستثنى يجب أول شيء أن نركز على الكلام بمعنى الجملة إذا كان الكلام مثبتا فإن المستثنى دائما يكون منصوبا أما إذا كان الكلام منفيا بلا، لم، أو لن وكان المستثنى منه مدكورا فإنه يجوز أن ننصب المستثنى أو أن نعربه تابعا على البدلية أما إذا كان المستثنى منه غير مدكورا فإننا نعرب المستثنى حسب موقعه من الجملة لمعربة إعراب المستثنى ترجمة نانسي قنقر إلا موظفا الكلام مثبت المستثنى منه مدكور إذن سيكون المستثنى منصوبا حضراء اشتريت الخضراء من السوق إلا البطاطسة إذن الكلام مثبت المستثنى منه مدكور الخضراء البطاطسة مستثنى منصوب ما تغيب التلاميذ إلا سمير أو إلا سميرا دل نلاحظ هنا أن الكلام منفي بأدات النفي ما والمستثنى منه مدكور التلاميذ إذن يجوز أن نقول إلا سميرا ويعرب مستثنى منصوب أو إلا سمير ويعرب بدلا تابع للمبدل منه التلاميذ ما تغيب التلاميذ لم يحضر لم يحضر إلا الحارس نلاحظ كذلك أن الكلام هنا منفي بلم لكن المستثنى منه غير مدكور إذن فالحارس هنا يعرب فاعلا منصوبا لأنه هو الذي قام بالفعل لم يحضر القاعدة المستثنى هو إخراج اسم من حكم ما قبله بواسطة أدات المستثنى اسم يقع بأدات الاستثناء من أدوات الاستثناء إلا يكون المستثنى بإلا منصوبا إذا كان الكلام مثبتا والمستثنى منه مدكورا يكون المستثنى منصوبا على الاستثناء أو بدلا تابعا للمبدل منه إذا كان الكلام منفيا والمستثنى منه موجودا يعرب المستثنى حسب موقعه في الجملة إذا كان الكلام منفيا والمستثنى منه غير موجود ترجمة نانسي قنقر لابدًا هذا التطبيق سنقوم بتعيين المستثنى ثم نقوم بإعرابه حضر المدعوون العرسة إلا سعيدا إذن المستثنى هو سعيدا وبما أن الكلام مثبتا والمستثنى منه مذكورا فإنه سيكون منصوبا على الاستثناء ما قطعت الفواكهة إلا التفاحة المستثنى هو التفاحة وبما أن الكلام منفي والمستثنى منه مذكورا فإنه جاز أن ينصبا على الاستثناء أو بدلا تابعا لمبدل منه لم يحضر إلا الحارس الحارس هو المستثنى وبما أن الكلام منفي والمستثنى منه غير مذكورا فإنه فايل مرفوع لم يحضر المدعوون العرسة إلا الأهل إلا الأهل أو الأهل إذن الأهل أو الأهل بدل مرفوع أو جاز كذلك نصبه على الاستثناء قطعت الفواكهة إلا البرتقالة البرتقالة هو المستثنى وهو منصوب على الاستثناء هذا التطبيق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة